في هذا المحاضره، نريد أن نرى ماهو الفرق بين الارابي والواردنت وماهو الفرق بين الارابي والواردنت هل الواردنت هو الواردنت هو الواردنت؟ فنحن ندرس هذه الفرق حتى نفهم ماهو اللي بني دانا اول اشي عشان قبل ما نقارب بين الارابي والواردنت منيسة الحال نسوأل بغدن يعني هل الواردنت هو الواردنت هو الواردنت؟ هل هو الواردنت؟ ونطلع على ثلاث صفات ونرى ماهو الفرق بين الواردنت وماهو الأونطولوجيه فيها في الواردنت إذا نطلع على الميلنك أو الدكة المعنى الموجود في الواردنت أو في الواردنت إذا كانوا الواردنت، هل ايش هان انتكا كانت؟ تعتقد على عامة الناس الانجليش ناتب سبيكرز دعون الانجليش ماهو الفرق بين الواردنت؟ هين ممكن تختلف من المجتمع المجتمع؟ لا، كابل، كابل ماهو المجتمع المجتمع، خلينا في نفس المجتمع في حدا بيقول مثال يعني ان الكائن الحي شو الكائن الحي؟ شو الكائن الحي؟ مخلوق مخلوق الروح مخلوق الروح هذو الكائن الحي هاذا ايه عامة الناس بعرفه؟ مثلا شو هو الكائن الحي؟ هاي عامة الناس الواردنت تكت المعاني فيه بس تغلب بينما إذا كانت أونطولوجيا نسألش عامة الناس نسأل المتخص نسأل بالضبط نسأل أول شيء العلماء المتخصصين بالموض هم اللي بيقولوا لنا بيعطونا التعريفة أو بنكتبهم إحنا منطول التعريفة هم فهيكون أول شيء مندورة على سنة التي اتشافته علمية متخصصة هلا مراًا في بعض القضايا لا يوجد أتشافات علمية متخصصة زي مثلا شو هو شو الفرق بين المقول والصفة الفرق بين الدور والقابلين وهي الأشياء هاي مدهار حدف اليسوف لاحظ؟ هاي مدهار حدف اليسوف إذا ما لدينا التعريفة العلمية من روح وين؟ على الفرق بين إذا ما فيه في الفرسل يبنوا عن اللغة اللغة يعني الناس بينما الويد نت هو بعبر عن دقة المعنومات فيه صبحية فقط على مستوى نتل سبيكرز عامة الناس ولكن مبنى على السنس والفرسل طيب بالكلاسيفيكاشن إذا كانت إذا كانت ويد نت وإذا كانت انتلوجيا هاي العلاقات السبطة أو الهوبرومي على هاي البلومة منيئة على ميتب سبيكرز ويتدعي استيودان إذا بيرسل تصنيف استيودان في الويد نت جاي تحت بيرسل وتصنيف نهرين نهرين برضو نصنف نهرين 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 مش بس دقيق وفورمال درش شيء هو نسميه ما عملنا نهرين ومنفرق بين الويد والموضوع 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 حتى بالدطيف كمان جاني ثاني مش عارب ماذا تصحيتها بس في حد تكلي حط التفاح مرات العلماء وكلها كيان حي كيان مش كيان حيوة نفترض أن نفترض أن نصنف نصنف الموضوع عملية المتابعة والتحديثة وكلها لا لا نصنف 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 الموضوع ما نقول يعني العلاقات اللي فيه مش فورما يعني شو الهبونوين شو الهبونوين شو الهبونوين الصبطيقوه والبطيقوه مش تقيقات مش معرفات بدقة زي ما هي لو انها انتولوجي طيب نقدر السؤال هل الويدن انتولوجي هلا بانكسم الناس فيه اشي معجب بالويدن وفيه اشي ضد الويدن من هالي مقدر فانا شخصيا بقول اه اه انا بحب اسمي انتولوجي ولك مش فاري نويزي عالق وبدو تنظيف انتولوجي بس بدها تنظيف لانه مش سيء جدا بس وكأنه مش انت تروح تساوه وانت بدو يتطلع وانت التعليق ازل ساوه بصراعه كان عندهم حس عالي يعني انا بعرف تاري كريسيان في الباب فكان عندهم حس عالي فعس لي قطعوا شغلات صح بس مش فش المدهج مش فش المدهج مش فش المدهج مش فش المدهج فبس بدو تنظيف فبس بدو تساوه في اشياء خير لتنظيف وهاي عملية طويلة وسعبة بس اللي تقولوا انو المنتج النهائي يعني لما تكون انتولوجي بس يسميها انا اميون تجاجز يسمي عندها مناعة للتغييرات تغيير كل يوم بس تساوى الاشي طريقة دقيقة ما تهداء تغيره بكرة بجوزة بعد سنة ولا بعد سنتين لا طب حق لو كارلنا الارابيك انتولوجي بالويتن تحديدا شو نكتب عن بعض الارابيك انتولوجي لها نفس تبع الويتن تقدر تستعمل يعني لو عندك داتا بيس اسكيبا بتخزن فيها الويتن بارفو نفس الاشي بتقدر تخزن فيها الارابيك انتولوجي نفس نفس الدزاين نفس نفس طبعا احنا عناها هيك عمنا نفس اذا المختلف هو المحتوى 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 هلا الارابيك انتولوجي فرصو في كل وين فاوند يعني يعني مثلا التبلف احنا بنيني التبلف الكعلتنا فيها 24 سنين من فين عشان نفترن نصمي يعني بلج لازم نبلج هيك الويتن ما هي لها اصلا تبلف تلعت هيك لحالة فبتالوا بكور عنا 25 يونيك بيجمار حتى تلعت هيك اما ما اطلع معاهم يعني ما مبنت على اساس يعني شفته كيف يعني عندما نعمل التبلبل يعني اسسنا فلسفية لا شو دين كم هي الاساس الفلسفي لالانتولوجي هو ايه التبلبلس مصبوط هلا في اشي احنا بنركز ع صفات المميزة الويتن الويتن لا يركز على الصفات المميزة لاحبير احنا بنركز فيه اشي نسميه ريجد ون ريجد ما شرحكم بكم ماشي بس بتلكو في محاطرة اخرى يمكن اسمها انتولوجي موديلينججز للمعنى شو يعني ريجد وشو مرد فالانتولوجي مبنية هيك الانتولوجي العربية بينما الويتن يتلع استريكي فورد الانتولوجي العربية العلاقات اللي هي مسميها الجنس من او البارت او او الانتولوجي العربية عملناها التعريف دقيق ومفصل جداً مكتوب باللويتج كم المميسم بالميسم ويمكن العربية بل ضبط شو بتانية مش تقول لي هوبنومي هوبنومي يعني ايه 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 زي الجنس الاعلى والجنس الأكرت شو يعني زي زي عن مؤخص ما بنتاج الجلوس مكتوب بطريقة مستقبل بشكل مقابل بينما في الوهدنت ليس مكتوب بطريقة بشكل مقابل كما قلت لكم الارابق انطوروجي يمكن أن تتستخدم كم الوهدنت تتستخدم كم الوهدنت لكن هذا في صحيح مباشرة يعني مباشرة وعلى إقتحان الارابق انطوروجي عملناها عمبق الوهدنت يعني كل شيء ينسويه في المعهد ينسويه ماذا ينسويه؟ ينسويه كل concept ينسويه في المعهد ينسويه كذا فمنعمل مابين ولكن أول شيء نبني لحاله لحاله ما نخلطه مع الوضن ولكن بعد أن نخلصه بس نربط بس للربط فتذكروا محاضرة تحت global world need وليورو الوردد كيف؟ لأنه يفصلت فريكة ومرض منحضين لدينا باب موارك خاص فينا ننتجنا في المشروع السيرة فمرض برضو ما ترجمنا يعني ما نوخذ الويردد نترجمه للعرابي منذ ذو بي منذ ذو عقلية عربية تامي بعدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة